اهلا بكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير يلا بينا في حلقة جديدة من امنية وانت حققت بس من ننساش لايك الجميل ودعمنا في القناة وبنمتع حلقتنا بقبيرة الجميلة ولايت امبيلة كده وفيها تهديد من يفراجها شا ما تحكيش اي حاجة لارمان وفيديا الجميلة بقى حالتها بقت احسن من الاول عائلة كلها مجتمع حواليها بيحاولوا كده يأكلوها ويخرجوها يعني بالتوتر والخوف اللي هي فيه في الوقت ده السيدة فيديا بتتكلم على ارمان وحب ليه ان هو سندها في الموقف اللي هي فيه وما بعدش عنها خالص وان هي محظوظة جدا يعني وافضل ام في العالم عشان عندها ابني زي ارمان بتحس بقى روحي قد ايه هما بيحبوه وكمان بتفتكر لما هو اختارهم وما رضيش يختارها ابدا وكيارة بتقول اخي ارمان بيتخلياش عن حد ابدا وارمان بقى بيكون واقف مع ابه رو لسه عتكون عتحكيله عني فراج لكن بيحدونها كده فجأة وبيقولها شكرا جدا عشان انقصي امي انا معرفتش اعمل الشيء ده وانا كمان ممتني ليك طول عمر وبتتفاجأ ابهرة من كلامه ان السيدة فيديا مش امه الحقيقية وهو بيبكي بيقول ما شفتش امي الحقيقية واستحالة يعني استحمل لو امي فيديا مش موجودة ويعني العائلة كلها ما كانتش عايزيني وكانت رفضاني لكن هي من اول ما جيت وهي حضانتني وحكتلي كده حكاية وطمنتني وخلتني انام ومن وقتها وانا ببخافش ابدا بس خفت النهاردة وحستت ان هي ممكن تبعد عني امي اتغلبت النهاردة على الخب بسببك انت انا ممتني ليك انا معرفش يعني ممكن اعملك ايه عشان اسدلك المعروف ده ابهيرة بتقول له مفيش اي شيء وبتكون يعني حزينة جدا بتتراجع بقى عن كلامها ومش قادرة تحكيله اي حاجة عن يفراش وبيبكي بكاء شديد وهي كمان بتبكي على بكاء بيفضل بقى يحضن يعني فيها وجوز ايديها وبيقولها شكرا جدا على ما لتي معايا تيجي بقى روهي بيتوتره كده وبيقومه وابهيرة بتقول لها انا عايز اقول له حاجة مهمة وبيتقول له انا كمان جاي عشان اقول له حاجة مهمة الادوية بتاعت امي مش موجودة ارمان بيقول ازاي انا حطيتها على السرير بيروح يعني هما الثلاثة عشان يشوفوا الادوية بس بيتفاجئوا ان الادوية موجودة وابهيرة بتقول لها ما الادوية هي روهي بتقول لها اصدق ايه لانا كنت بكدب طبعا ارمان بيطلع الادوية عشان يديها لمامته ومانيشة بتكون بيساعدها وبتقول له من روهي ان تروح على غرفتها وارمان وابهيرة عايز تعينوا يعني مامتهم فدية طبعا ابيهيرة بتقول اكيد روهي مش كدابة اللي حصل بتكون شكة جدا في يفراج وبتبصة على علاج بتلاقي منتهي الصلاحية بتقول له ارمان وارمان بيكون متفاجئ جدا بيقولها شكرا جدا خليكي مع امي وانا اعتفقد يعني الادوية وحاجة يظهر ارمان وهو غطبان جدا وبيتكلم وبيطلب علاج جر الفاسد ده وبتيجي بقى مكلمة لابهيرة من يفراجه وبتتأكد ان هو عمل كده وان يقدر يعني يوصل لأي شيء في المنزل وبيهددها ان هي متتكلمش ولا تقول لحد اي حاجة وطبعا هيستنها في المعات زي ما كانوا متفقين ويسألها لو عايزة تضحي بامي زي مامتك كده مضحينة بيها ولا تسمعي الكلام ومتقوليش اي حاجة لحد طبعا ابيهيرة بتكون مرعوبة جدا وخايفة على مامة ارمان وبتفتكر تهديده ليها واللي حصل مع مامتها اقشرة واللي حصل مع فتيا بتكون مرعوبة جدا ومش قادرة تتكلم ودي ارمان بيحب مامته واستحال ان هو يفقدها وبيسألها بقى ارمان ان كنت عايزة تكلمي معايا في حاجة مهمة لكن بتقولينا بتكلم بس في رسوم الجامعة لكن بيستغرب بيقولها لا استحالة اكيد في حاجة بتقوله لا مفيش اي شيء ارمان بيقول مصمم بيقولها انا عارفك اكتر من الاول ومتأكد من نظر صوتك وتعبير وجهك كده ان فيه شيء مهم لو سمحتي قوليلي بتقوله انت كنت بتلح علي عشان بقول بقولك دلوقتي انت مش يعني مش مصدق ليه طبعا هي بتغير الموضوع بتحاول تتشجر معايا عشان يعني هو ينسى الموضوع خالص لكن بيقولها انا مصمم وعالف ان فيه حاجة مهمة وانت بخبيها عني من كم يوم تعرضش الهجوم في المنزل هنا وبعدها جتي برضو كومنظرك سيء جدا وفيه حاجة حصلتلك لو سمحتيه ابيهرة احكيلي وانا كمان بعمل بحث عن راجل ده وعايز اعرف مين اللي هدمك لكن ابيهرة بتغير الموضوع وبتقوله مفيش اي شيء انا بس عايزك تدفع لي رسوم ولا مش عايز تدفعها خلاص لكن هو طبعا بيقولها خلاص اللي انت عايزك بتكون حيران المسكينة ابيهرة مش عارفة تعمل ايه بتفتكر كل اللي حظتها مع ارمان من اول ما دربت يعني الازاز بتاع السيارة يا غاية دلوقتي بتقوله انا معرفش العلاقة دي نسميها ايه بتقوله نفسها نازم اخدك الرد دلوقتي حاليا وكده كده يعني كنتها فارق يعني المنزل والعائلة دي بتتصل بيفراج وبتقوله انا مستعدة للزواج منك طبعا هو مش بصدق نفسه بيكون فرحان جدا لكن متفاجئ ان هي عندها شرط ان هو يبعد عن ارمان والعائلة كلها بيقولها ارمان مين معرفوش خالص وحستنكي بكرة كمان هنعمل الفرح بتاعنا اول ما نوصل ابيه لبقى بتكون مصدومة جدا ومسدقتي اللي لقيت بيت وعائلة تحبوهم وتعيش معاهم لكن بتتفاجئ ان هي غزبا عنها هتتركهم وحتمشي بتكون سرحانة جدا حتى وهي يعني بتقدم الطعام لدركة النهية يعني تسكب الطعام السخنة على ايديها ارمان طبعا بيقولها ليه بتعمليه ده بيحاول ان هو يسعيدها وكمان روهي بتسعيدها وبتقولها ليه بتأذي نفسك كده والجندة بتقولهم عليها انت يقفها في مكان وترجزك في مكان تاني بتقولهم انا اسفة جدا بتدخل بقى على المطبخ بتكون سرحانة جدا بتدخل وراها على طول روهي بتحاول تسعيدها بتقولها لو عندك مشكلة ممكن تحكيها لي ليه حبيبتي تعملي كده تاخد ايديها عشان تحط لها التلجة عليها لكن ابيهرة بترفض بتقولها روهي مش محتاجة اذنك وبكون بتلح عليها عشان تسعيدها لكن ابيهرة يعني بتكلامها بكل وقاح روهي بتكون خايفة جدا عليها وبتقولها يعني مش هممني اي كلام بس انا حاسة ان انت متوترة من الصبح لو سمحتي قوليلي ايه اللي بيحصل معايك ابيهرة بتقولها ما تدخليش في حياتي الشخصية بتقولها ما فيش اي شيء من العائلة تدخل بتبقى لطيفة جدا معانا لكن ابيهرة بتفاجئها وتتفحها يعني للهلف العائلة بقى بتكون حاضرت على سوتهم والجدة بيطوم عليها بتقولها بشكفاية يعني اللي انت تتشجري معها كمان تتعاملي معها بعنف من فعل هي كمان قبيرة بتقولهم من عايزة اكل وحدي وبتجري بقى على غرفتها بخائرة سهل من يفراج بيكون مرائبة وبيقولها كويس يعني جدا اللي انت قفلى فمك كده في المطبخ ياريت متتكلميش خالص عشان انت عارفها ممكن يحصل ايه هو بيظهر ارمان كالعادة وهو بيعتزل روهي عن تصرفات قبيرة بتقوله بتعتذر ليه بيقولها الحاسن في حاجة مدايئة وهي مش عايزة تتكلم لكن روهي طبعا مدايئة ان هو بيدافع عن ابهيرة كالعادة لكن ارمان بيقولها ان عفضها تدافع عنها على طول يعني انت عارفة ان هي مسئوليتي تظهر ابهيرة بقى وهي حزينة جدا يعني بتكون عايزة توضع الجميع وتودي الملف بتاعها الشرق تبعت لها يعني رسالة ان هي تستمر في تحيي حلمها وبتكون جايبة هدية لولد ارمان من اول راتب ليه لكن الاسف هي مش عارفة يعني يتقابله عشان تدهاله وكمان بتروح لمومة ارمان وبتقول لها يعني انا اسفة جدا لو عملت اي حاجة دايقتك بس شكرا جدا ان انت يعني تقابلتيني في العائلة وبتروح بقى عند السناء الجميل طبعا العم مانو ومانيشا وقديه هما بيحبوا بعض بيبتديهم يعني زي عين زرق كده بحطها لهم عشان الحسد ارمان بمحضر المسلجات ورايح لها ويقول خلاص بقى كده انا اكيد هصالحها واتقولي كل شيء اول ما تشوف المسلجات روهي طبعا بتقوله انت رايح كمان تديها الحلو وكمان هتصالحها انت عارف هي بس عايزة الجدال والمشاجرة لكن ارمان بيشرح لها مجرد يعني ما اديها المسلجات هي عتادة وبتحبي كمان الحلويات ومهما حصل هي بتصنط لكلام لكن قبيرة المسكينة بتكون وقفة باو وبيتكلمها يفراج وبيحكي لها الخطة اللي هيعملوها ويتجاوزها امتى وهيلبسها ايه وهيعمل ايه بالضبط هي كمان بتكون مرعوبة جدا بتسمع منه ومبتتكلمش وبتترعب اكتر لما بتشوف ارمان داخل عليها ارمان يكون مستغرب هي بتكلمين في الوقت ده وبيقولها نواقف يامي بالمسلجات طبعا بقى بتغير ترقيتها خالص معاه عشان يكرهها وبتقول له مش فرض علي لما تجيبي المسلجات اللي انا يعني لازم اكلها في وقتها بيوقفها كده بيقولها انت متغيرة كده ليه وكنت بتكلمي مين بتقوله وانت تعمل فيها يعني ان انت زوجي بجد بيقولها من حقيق اعرف انت كنت بتعملي ايه وتغيرت ليه التصرفات الجريبة كده ليه لكن ابيرة بترد عليك كل واقاح بتقوله مش من حقيقة تسألني على اي شيء بتبتيجي كمان تتشغر معاه لكن بيمسكها كده وبيقولها انا عنيد اكتر منك وتعلمت منك العناد نازم اعرف دلوقتي حالا مالك وفي ايه ابيرة طبعا بترفض تقوله اي شيء بتقوله يعني انا مزاجي متقلل زمان تعرف والنهاردة مزاجي سيء جدا لكن بيقولها لا انا مزاجي سيء اكتر منك ونازم اعرف في ايه وبيحاول يضمنها بيقولها نسنتك يعني في مواقف كتير ممكن كمان اقدر ساعتك لو فيها اي مشكلة قوليلي بتفتكر طبعا اللحاظات كلها اللي هو فعلا ساعدها فيها لكن طبعا هي يعني اللي حول ليها ولا قوة مش قادر تتكلم عشان خاطر خايفة عليه وعلى ممت بتنفعل عليه بتقوله انت عايز مني ايه بالزبط انا قلتلك مفيش اي شيء لو سمحت ايه بيعد عني وكمان بيديه بيقولها ان لو بعدت دلوقتي هبعيد على طول مش حاجي جنبك ولا اسعدك خال بتنفعل عليه بتقوله مش عايزة يعني منك اي شيء بتبكي با وهي قعدة كده على الارض وبتكتب في المزقرة بتاعتها ان هي وقد ايه يعني كان بسعيدة وهي اسفة جدا على التصرف اللي اتصرفته معاك بس كان طبعا غصبا عنها وبتعتذر على كل شيء هي عملته معاها يعني لغاية كمان لما ملعته ييجي الجامعة هو كمان متضايق ومش عادي في يعني هي بتعمل كل ده لي تقول يا ليت لما ممشي من المنزل يتشوف المفقرة ويعرف يعني ان انا كان كل ده غصبا عني وانا اسفة جدا ان انا دايق وهنا بتنتيح حلقتنا وإلى اللقاء